الأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية قبل عصر النهضة يقدر الدارسون الفترة العثمانية التي سبقت العصر الحديث بإقامة العثمانيين دولتهم في آسيا الصغرى سنة 923 للهجرة ثم بتوسعهم إثر ذلك لضم جميع ممالك العالم الإسلامي ومن بينها أقطار الوطن العربي كما يحددون نهايتها بمطارع النهضة الحديثة واستقلال العرب وتخلصهم من الحكم العثماني ثم بالحملات الاستعمارية التي بدأت بالحملة الفرنسية على مصر والشام فيما بين سنتي 1798 إلى 1801 للميلاد وهذه الفترة تلحق عادة بالعصر المملكي الذي يمثل بداية التدهور الذي حل بالأمة بما حدث فيه من تمزق جعل الدولة الواحدة تتحول إلى دويلات أما في الفترة العثمانية فقد بلغ هذا التدهور غايته من جوانبه الثلاثة السياسية والاجتماعية والثقافية الجانب السياسي من المعروف أن نظام الحكم الذي كانت تقوم على أساسه الدولة العثمانية هو نظام الخلافة الذي كان معمولا في الدولة الإسلامية في عصورها السابقة إذ يتولى حاكم يلقب بالخليفة زمام الأمور في الدولة ويعوينه وزير أو مجموعة من الوزراء بينما ينوب عنه في الأمصار ويحكم باسمه رجال يعينهم هو يلقب كل منهم بلقب الوالي وإذا كان هناك من جانب إيجابي يحسب للدولة العثمانية في حكم الوطن العربي وغيره من أقطار العالم الإسلامي فذلك هو توحيد ذلك العالم في ظل خليفة واحد وتحت نظام واحد الأمر الذي أعطى لهذا العالم نوعا من التماسك وشيئا من الهيبة وبعضا من الاستقرار لكن ظلم الولاة الذين ينوبون عن الخليفة في حكم الأمصار وتحكمهم في مقدرات الناس وفي أرزاقهم وكذلك انصراف معظم الخلفاء عن الاطلاع بمهمتهم تجاه أمتهم أفسد ما يمكن أن يجنيه المسلمون من هذه الوحدة وهذا الاستقرار من مكاسب حضارية الجانب الاجتماعي كان من الطبيعي أن يترتب على فساد الوضع السياسي فساد المجتمع إذ عمّت الطبقية وساد نظام الإقطاع وتفشى الفقر والجهل والمرض والانحلال الخلقي والاعتقاد في الخرافات والسحر والشعوذة وأقصيت المرأة عن المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع فلم يعد لها من دور يذكر وأدى ذلك إلى ظهور ما يسمى بنظام الحريم الجانب الثقافي بناء على ما تقدم في الجانبين السياسي والاجتماعي يمكن أن يستنتج المتأمل تراجع دور العلم والأدب وأن يقدر تلاشي ما كان يلقاه كلاهما في العصور الزاهرة من دعم وتشجيع فقد ضعفت حركة التأليف وأصيبت الترجمة بالركود وتراجع الإبداع في المجالين العلمي والأدبي ولم تعود العملية التعليمية ناشطة كما كانت من قبل إبان العصور الزاهرة وقد كانت المكتبات العامة التي عنيت الدولة العباسية بإنشائها إبان العهود الزاهرة التي دمر كثير منها أثناء هجمات المغول ونهب كثير منها من قبل الغزاة الصريبيين قد أوصدت أبوابها في هذه الفترة ولم يعود لها من ذكر ما جعل القراءة والتفكير فيها من أشق المصاعب إلا تكن من المستحلات على أن بعض أسباب ذلك التخلف والركود يبدو راجعا إلى تشجيع العثمانيين اللغة التركية واعتمادها في الدوائر الرسمية وإهمالهم اللغة العربية ما وصع الفجوة بين العرب ولغتهم المناقشة واحد أذكر أهم أسباب التدهور الذي شهدته الفترة العثمانية في مختلف الميادين اثنان كيف كانت حالة المكتبات في هذه الفترة وما الذي أدت إليه تلك الحال ثلاثة كيف كان وضع اللغة العربية في عهد العثمانيين وما سبب ذلك ثلاثة